سيدنا أبو بكر يخش الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر هيخش الجنة مع النبي الشهداء في سبيل الله يخشوا الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب العبادات وأصحاب الإنفاق وفي ناس أعمالها قليلة لكنه لما كان بيتألم في الدنيا في جسد وكان بيصبر ومش بيشكي ربنا للخلق هذا الإنسان قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال البلاء بالعبد في جسده وماله وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وحتى يلقى الله وليس عليه خطيئة يا الله ربي إخياني أنت لما تبعث مع الناس إلا ما عملتش ولا سيئة في حياتها ده مين دول؟ إيه المقامات دي؟ الخلود في مقامات لم تبلغها بعملك سألا ما عملتش الحسنات بتاعت الناس دي أنا ما كنتش في المقامات العالية من العبادة دي ومع ذلك أبعث يوم القيامة خش الجنة بدون حساب ولا عذاب ليس عليك خطيئة ترجمة نانسي قنقر